بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا شابتر 14 Spring Design بالإضافة إلى التورشنال شير سترس اللي احنا نعيشناه قبل كده عندنا تواحد اللي احنا قيمناها قبل كده عندي فيه أخرى بتؤثر على الواير أول نوع اللي هو الديريكت شير سترس وبنرمز له بالرمز تاو 2 due to the load W and stress due to the curvature of the wire وسترس آخر نتيجة الكرفتشر أو التقوص بتاع الواير طيب تاو 2 بتقدر قيمتها ده بما أنه الديريكت شير يبقى فورس على الاريا اللود هنا اللي هو الـ W مقسوم على الكروس سكشنال أريا الخاصة بالواير اللي هي باي على أربعة دي سكوير بنصفيها طبعا بتطلع تاو 2 بتساوي أربعة W على باي في دي سكوير دي ديريكت شير سترس دياجرام التوزيع بتاع الشير سترس اللي هو تاو 2 ديريكت شير على الكروس سكشن بتاع الواير بالشكل ده هنلاحظ طبعا أنه هو سترس منتظم من المركز إلى الأطراف كله بقيمة واحدة ده النوع الثاني اللي هو الـ Direct Share اللي موجود في الواير الإضافة بقى بتاعة التورشنال شير ده طبعا التورشنال شير زيره عند المنتصف وماكسما عند الأطراف ده اللي هو التورشنال شير ده Direct Share اللي هو ثابت على الكروس سكشن بتاع الواير ده الـ Addition أو الـ Resultant تورشنال شير سترس and Direct Sheer سترس بياخد طبعا الشكل ده بيزيد عند الحافة الـ Inner Edge وبيقل عند الـ Outer Edge ده المحصلة بتاع المجموعة بتاع الاتنين دول أما الأخير اللي هو في الشكل دي Resultant of Torsional Sheer Direct Sheer and Curvature Sheer Stress Diagram ده المحصلة بتاعت الـ All Stresses ده بالطبع عند الـ Outer Edge وده عند الـ Inner Edge بنلاحظ أنه هو بيزيد القيمة بتاعته نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله